السلام عليكم الشباب الذين ناوين هاليومين يبنون جهاز جديد أو الذين ناوين يسوون أبغريد للجهاز حقهم خبر رهيب لأن اليوم القطعة اللي بنوريكم إياها GeForce GTX 1080 Ti أقوى كرت موجود في السوق حاليا ليش وكيف وش النتائج اللي حصلنا عليها كلها بتعرفونا في هذا الفيديو كبداية خلونا أول شي ننظر للكرت هذا وين موقعه من العراب؟ كرت الجرافيكس كثيرة طبعا هذا الكرت أكيد من الفئة العليا نقول أقوى كرت الجرافيكس الكرت هذا مقارنة بال1080 الماضي طبعا أقوى أداءا بفرق واضح وبنفس الوقت يشبه التايتن اكس وأقوى منه في بعض الأشياء مثل الكلوك سبيد تخيلوا أنك تقدر تأخذ كرت زي التايتن اكس نفس الأداء أو قريب من الأداء بنص السعر تقريبا تايتن اكس 200 دولار هذا 700 دولار شي خرافي طبعا هذا الفوندر اديشن اللي موجود حاليا اللي من انفيديا فقيمة غير طبيعية طبعا أكيد أي واحد يفكر بالكرت لازم يعرف العداء حق الكرت هذا عشان يأخذ قراره دائما نحب نبدأ باختبارات لدائما لبت جي تي اي فايف أكثر للعب شعبية عندكم كلكم مع البي سي وأيضا لعبة من جد تختبر قدرات أي كرت تشغلها عليه فجربنا كرت التن اي تي تي اي من ناحية الأفرج عدد الإطارات المعدل عدد الإطارات اللي جانا جانا 86 قريب من 81 اللي حصلناها بالتن اي تي لكن لو نحن لاحظ رقم الإطارات أعلى رقم جبنا نلقى فرق كبير وين شقحنا فوق المية جبنا رقم يعني عالي مع التن اي تي تي اي وبنفس الوقت نزلنا تحت أقر رقم جبنا مع التن اي تي اللي صاير معنا كانت في تجربتنا هذه المرة أنه كان فيه تفاوت أكثر في استخدام كرت الجرافيكس بس قدرنا نوصل نتائج عالية وهذا يقدر يوريك كد إيش الكرت هذا يقدر يعطيك أداة ممتاز جداً مع لعبة جي تي اي فايف طبعاً الاختبارات اللي قاعدين نسويها تن اي تي بي كدقة للشاشة الآن نفس الشيء أعلى اعدادات تن اي تي بي دقة الشاشة واللعبة دوم واحدة من العاب المفضلة على الجهاز وأحب استخدمها لعبة رائعة بالجرافيكس وبنفس الوقت يعني المطورين أبدعوا فيها تقدم أداء رهيل يعني مع الكرت جي تي اي اكس تن اي تي حصلنا نتائج ممتازة بس مع تن اي تي تي اي حصلنا معدل إطارات 200 إطار بالثانية تخيلوا هذا المعدل التن اي تي اي اعلى رقم جابه مئة وستين بينما التن اي تي تي اي جابت معدل 200 إطار بالثانية هذا يريد قد ايش التن اي تي تي اي قدم قفزة كبيرة بالجرافيكس والأداء مقارنة بالكرت اللي قبل لو نشوف كروت التي اي القديمة 980 إلى 980 تي اي أو 780 إلى 780 تي اي والحين تن اي تي اي تي اي هذه أكبر قفزة صارت بين كرت ونسخة التي اي مننا في التاريخ 35% قفزة في الأداء مقارنة بالماضي اللي كانت قبل 25% و18% للجيلين اللي قبل الآن 35% قفزة كبيرة وأكبر قفزة قدمتها انفيديا بين كروت التي اي والنسخة الأصلية منهم لكن عيب لما نتكلم عن كرت بحجم التن اي تي اي وما نجيب سالفة الفور كي طبعا الفور كي تذكروا مراجعتي السابقة للتن اي تي كنت قايل وقتها انه لازلنا ما وصلنا للمرحلة اللي يكون فيها كرت واحد تقدر تركبه في جهازك فقط واحد مو انسى لاي كرتين مشبوكين ببعض تحصل فور كي ستين اطار في الألعاب الكبيرة الآن مع التن اي تي اي تي اي نقدر نقول ان هالكلام بشكل كبير تغير والتن اي تي اي يمكن يكون اول كرت اقدر اقول لك الان روح خذة اذا تريد تلعب فور كي على الترا اعلى اعدادات ستين اطار فول اوت 4 وستار وورز باتل فرونت من الألعاب اللي كانت ما تجيب ستين اطار فور كي من قبل مع التن اي تي الآن مع 1080 Ti تجيب 60 إطار بل تجيب أعلى من 60 إطار تجاوزت هذه المرحلة 4K Ultra Settings أيضا لعبتين ثانيات نتكلم عنهم Battlefield 1 و Doom كانوا مع 1080 يجيبون 4K أقل من 60 إطار بشوي الآن مو بس تجاوزوها وصلوا أكثر من 80 إطار بالثانية على 4K أعلى إعدادات لكل اللعبتين بكرت واحد كرت 1080 Ti فاللي وده بتجربة 4K من جد حقيقية 4K حقيقي مو 4K تلفيق ولا شيء بكرت واحد 1080 Ti بيسويلك هذا مع كثير من الألعاب الكبيرة حاليا ما نقول كلها كثير منها بعض الألعاب جابت نتائج أقل جابت مثلاً 40، 47، 50 إطار في الثانية على 4K أعلى إعدادات في بعض الألعاب ما جابها لكن بشكل كبير تظل أرقام مرضية على كرت واحد نتكلم سعره 700 دولار فقط جربنا اختبار الحرارة حقة الكرت طبعاً اللي صار معنا جربنا مع دوم ومع جيتي إيه جربنا مع علعاب ما جربنا مع برامج بنشماركينج فاللي صار معنا درجة الحرارة الأقل اللي جبناها كانت 34 درجة مئوية أما الدرجة الأعلى كانت 79 درجة مئوية والأرقام هذه ممتازة خصوصاً من الكرت الكتيم 1080 كان يجيب مع كثير من الألعاب temperature فوق 80 فدرجة حرارة ممتازة وإنفيديا بشكل عام جداً جداً مبدعة من هذا المجال في الكروت الأخيرة اللي أصدرتها في الأسواق خصوصاً سلسلة 10 ولما نحوله إلى معمارية باسكال إذا كان عندك جهاز قديم في أي كروت قبل سلسلة 10 وودك تسوي أبغريد هذا أبغريد يسوي فعلاً وودك تلعب 4K تبني جهاز جديد أو تسوي أبغريد هذا الكرت بيفيدك الكرت هذا راح يقدم لك 4K 60 إطار مع كثير من الألعاب الكبيرة وحتى بعضها اللي ما نجيب 60 إطار بيجيب أقل بشوي أوكي فكرت تنيا تي تي آي طبعاً أعلنوا إذا ما كنتوا تابعتوا حلقة أمس من ترو جيمينج شو اللي نشرناها على قناتنا في يوتيوب كان معنا مقابلة مع مديرة تسويق انفيديا شرق الأوسط وقالت أن الكرت هذا راح يكون سعره في الأسواق الرسمي المقترح من انفيديا هو 3200 ريال سعودي وقالت لما تشترون من المحلات اللي هنا لا ترضون بأي سعر يعطونكم مياه وطالبوا بالتخفيض الشي الثاني إن الكرت القديم 1080 نزل سعره والأنظر سعره 2500 ريال تقريباً فإذا كنت بتشتري الكرت القديم 1080 على 2500 ريال قيمة أيضاً ممتازة للي يبني جهاز جديد مش الأفضل للفوركي مقارنة بال1080 Ti لكن يظل ممتاز خصوصاً إذا تبغوا VR والأشياء الثانية إذن هذه كانت نهاية مراجعتنا واختبارات الأداء للكرت الجديد 1080 Ti واللي كما توقعنا الآن تربع على عرش كروت الشاشة اللي موجودة في السوق أقوى كرت موجود حالياً كرت الفوركي المثالي إذا واحد يبي يشتري كرت واحد أتمنى أن تكون المراجعة أفادتكم ونشوفكم في ذلك في فيديو قادم على صناعتكم مع ناترو جيمينج مع السلامة